خلال اجتماع طارئ للجنة العسكرية في كوريا الشمالية أمر الزعيم كيم جون أون رفع درجة تأهو بقوات الجبهة الأمامية إلى حالة الحرب الأمر يأتي غدا تتصعيد عسكري مع جارة كوريا جنوبية وتبادل نادر للقصف المدفعي عبر الحدود الرئيس كيم جون أون الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للجيش أمر بدخول جبهات القتال حالة استعداد للحرب ابتداء من الساعة الخامسة مساء الجمع كوريا الشمالية كانت قد حذرت الخميسة من أنها ستبدأ عملية عسكرية ما لم تتم إزالة الوسائل التي تستخدمها سيول في الحرب النفسية ضد بيونج يانج ووقف البث الإذاعي خلال 48 ساعة